للمرة الثالثة في غضون أسبوع مواقع سوريا تستهدفها نيران ساروخية والفعل مجدداً وفق الحكومة السورية هو إسرائيل في تفاصيل الهجوم الجديد قال بيان لوزارة الدفاع السورية إن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوماً جوياً من اتجاه شمال شرقي بيروت واستهدف نقاطاً في مدينة حمص وريفها في رواية المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن انفجارات دوت كما تساعدت النيران في مركز بحوثين في خربة التين وموقع آخر في منطقة القصير ومنطقة مطار الدبع العسكري بينما تحدثت مصادر غربية عن أن الضربات استهدفت القاعدة الجوية تيفور غربي مدينة تدمر الأثرية كما استهدفت مطار الدبع القريب من مدينة القصير قرب الحدود اللبنانية وأدفت المصادر ذاتها أن جنوداً إيرانيين إلى جانب مسلحين من حزب الله اللبناني يتمركزون في كلا المطارين لم تعلق إسرائيل مباشرة على أي من البيانات لكن رئيس وزرائها بنيا من نتنياهو خرج بتصريح لا يمكن إبعاده عن سياق إعلان المسئولية عن الهجمات على سوريا فقد قال نتنياهو إن بلاده تكبد ما وصفها بالأنظمة الداعمة للإرهاب ثمناً باهظاً خارج حدودها لم يسمي الرجل طرفاً بعينه لكن موقفة الأبيب من إنهاء الوجود الإيراني في سوريا واضح وقد حذر نتنياهو صراحة مراراً من أن حكومتها ستتحرك لإجهاد أي محاولة من إيران لترسيخ وجودها العسكري في الأراضي السورية